مع اقتراب نهاية عام 2017 يمكننا القول بأن هذا العام كان جيدا لأسواق وأسعار النفط لكن السؤال الآن يتعلق في العام المقبل أو في عام 2018 هل سيواصل النفط مسارها الصاعد أم أنه سيكون هناك متغيرات تعكس من هذا المسار إذا ما ألقينا نظرة على المسار التاريخي في 2017 بدأنا بداية عام 2017 مع بدء سريان اتفاقية خفض الإنتاج بين أوبيك والمنتجين المستقلين والتي تضمنت خفض إنتاج ما يقارب مليون وثمانمائة ألف برميل ثم إذا وصلنا إلى فبراير شاهدنا التزام أوبيك وصل إلى مستويات عالية تجاوزة 90% وهي الأعلى في تاريخ المنظمة عندما وصلنا إلى مايو شاهدنا تراجعات واضحة عادت المخاوف من نمو النفط الصخري وتأثيره على وفرة المعروض في الأسواق هنا في الخامس والعشرين من مايو بدأنا نسمع عن تمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى مارس من 2018 عاد جزء من الارتفاعات ثم شاهدنا هنا في يوليو هبوط أيضا مجددا مع تجدد المخاوف تجاه اتفاقية أوبيك برينت يصل في نوفمبر إلى أعلى مستوياته منذ العام 2015 ومع نهاية نوفمبر أيضا شاهدنا أوبيك تتفق على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية العام 2018 إذن يمكن القول أن هذا العام كان جيد بشكل واضح بالنسبة لأسحار النفط وهذا ما دفع العديد من بيوت الخبرة والمؤسسات الدولية إلى رفع توقعاتها للأسعار أسعار خام برينت خلال عام المقبل نتحدث جولدمان ساكس من 58 إلى 62 58 إلى 60 جي بي مورغان يو بي اس كذلك إذن نلاحظ موجة أن معظم المؤسسات العالمية اليوم تتوقع أسعار النفط عن سيتي بانك باركليز هناك مخاوف واضحة لدى توقعات هذه المؤسسات من الإنتاج النفط الصخري الأميركي التفاؤل هناك ربما وجهت نظر ضاربة للعام 2018 تقوم على نقطتين رئيسيتين التفاؤل من فعالية اتفاق خفض الإنتاج الآن أوبيك مددت خفض الإنتاج حتى نهاية 2018 مع مستويات امتثال عالية كما أشرنا وبالتالي ربما هذه الاتفاقية ستقوم بخفض المعروب هناك أيضا نقطة هامة تتعلق بكافة منتجي النفط في العالم وتركز على أن اليوم المنتجين باتوا يركزون على الأسعار أكثر من تركيزهم على زيادة الإنتاج ولسيما أن عوائد هؤلاء المنتجين تراجعت بشكل واضح كنا نتكلم في 2012 عن تريليون ومئتي مليار عوائد تصدير نفط الآن 450 في 2016 450 مليار يضاف إليها نمو الاقتصاد العالمي وتحسن الطلب العالمي أما التشاؤم مخاطر الامتثال بخفض الإنتاج إذا ما شعرت بعض الدول بتحسن عوائد أو بتحسن أسعار النفط ربما تقوم بزيادة إنتاجها للحصول على إرادات أكبر وهناك أيضا مخاوف من نمو المعروض بلا شك المعروض من النفط الصخري أو بعض الدول خارج الاتفاق ولسيما أن منتجي النفط الصخري تمكنوا من خفض تكاريف الإنتاج بنسب بلغة 15% وأحيانا 17% في العام الماضي ماذا لو ذهبنا إلى نقطة أخرى تتعلق بوجود إشارات الآن لدينا في أسواق النفط ولسيما فيما يتعلق بعقود الفيوتشارز هنا نلاحظ أن الفارق بين عقود برينت المستقبلية المستحقة في ديسمبر 2018 و2019 قد ارتفع إلى على مستوياته نتكلم هنا عن فارق كبير سبريت بينهما عالي بالدرجة الأولى هذا يشير إلى وجود موجة من التفاؤل بأسعار النفط خلال عام 2018 حتى إذا ما أضفنا مؤشر تقلب أسعار النفط نتكلم هنا عن مؤشر تقلب خايم نايميكس نلاحظ تراجعه إلى أدنى مستوياته هذا التراجع ربما لأن الصورة باتت شبه واضحة فيما يتعلق في 2018 لدينا اتفاقية خفض إنتاج ستمتد حتى نهاية العام لدينا امتثال عالي لدينا الآن المنظمة تبحث عن آلية للخروج وبالتالي التقلب في أسعار النفط بات عند أدنى مستوياته حتى إذا ما نظرنا إلى الأوبشنز أو عقود الخيارات فيما يتعلق بخيارات برينت نتكلم أن هناك نبرة أكثر من متفائلة تجاه العام المقبل عندما ننظر ربما في ديسمبر 2018 خيارات شراء عند 100 دولار للبرميل تتجاوز الـ 31 ألف عقد هذا التفاؤل يعود نظرا لمخاوف تتعلق بالمخاوف الجيوسياسية هناك من يبني عقود خيارات بناء على أن ربما أسعار النفط قد تتعرض لمخاطر جيوسياسية تقفز بها لمستويات تتجاوز المئة دولار وهذا ربما مرده إلى وجود عقود خيارات كأعلى نسبة تتعلق بالمئة دولار ولدينا أيضا عقود خيارات خيار شراء عند مئة دولار أيضا 24 ألف عقد وبالتالي هناك نبرة متفائلة ونبرة ربما تترقب بعض العوامل التي ستؤثر على أسعار النفط الآن إذا ما ألقينا نظرة إلى أوبيك ووكالة الطاقة الدولية هناك موجة من التباين في التوقعات النصف الأول كلاهما لديهما أفضل التوقعات أو توقعات متشابهة لكن الخلاف يعود بالنصف الثاني من 2018 بحسب الطلب على نفط أوبيك في النصف الثاني ووكالة الطاقة الدولية تقول أن الطلب على نفط أوبيك لن يتجاوز 33 مليون برميل في حين أوبيك تشير إلى أن الطلب على نفطها سيصل إلى 34 مليون برميل حتى نمو المعروض من خارج أوبيك هناك اختلاف واضح ووكالة الطاقة الدولية تتكلم على أن النمو المعروض سينمو بمليون وسمائة ألف برميل نتيجة تحسن النفط الصخري وإنتاج النفط الصخري في حين أوبيك تشير إلى أن نمو النفط من خارج أوبيك سيصل إلى مليون برميل يوميا خلال العام المقبل وبالتالي نلاحظ هنا وجود نظرة منقسمة بين أوبيك ووكالة الطاقة الدولية وبالتالي ربما من هذه النقطة لا يمكن الجزم عما إذا كان هذا المسار الصاعد سيواصل أم أننا سنتحول إلى مسار معاكس على الرغم من كل هذه النبرة المتفائلة التي نشهدها في أسواق النفط